سلام بعيد كرونة سبارك الرحمن ما جدني وين الماء تعالوا ياي تعالوا ياي متبوس دياي متبوس لحب شانك سيني واحدة وقت شرمك اي لك صد؟ اي صور 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 بصيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية خلص موسم الكشتات واستانسنا يا رب لك الحمد بلشته والحين بدنا الله عز وجل راح نستانس بموسم الصيف وبإذن الله عز وجل طلعت اليوم ان شاء الله غوص سبير قن يعني الصيد بالرمت بالمسدس وبإذن الله عز وجل الله يوفقنا تبارك الرحمن الشباب من رمضان وهم يطلعون يصيدون تبارك رحمن وصيد طيب انا برمضان ولا ما طلعت قلت بعد رمضان ان شاء الله نطلع والحين الحمد لله خلص رمضان على خير وعسى را يتقبل منه ومنكم يا رب وخلص العيد وعيدكم بارك وبإذن الله عز وجل تبلش الطلعات وعسى الله يوفقنا يا رب بالصيد الطيب والوناسة ونرجع ان شاء الله سامين يا رب عاش الملة الله عطيك العافية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كشونك طيب ان شاء الله يطولي عمرك شكرا بارك فيك عبدالعديز الزامل مسعود عبدالرزاق العواضي الشيخ السرحان السرحان الشيخ بوليد محمد البلوشي هلب الشباب يعطيك العافية يا الله عطيك العافية يا رب ان شاء الله البحر وبدن الله عز وجل اليوم الجو حلو وبنستمتع بإذن الله نطلع ان شاء الله طراد عبدالرزاق ريالكرافت اذا ماني غلطان ثلاثة ثلاثين صح؟ واحدة ثلاثين بس الله يبارك له توكلنا على الله عسى الله يسهل أمورنا يا رب ونتونس بإذن الله عز وجل بحط طلعه ونستانس بالصيد بإذن الله عز وجل وعسى الله يردنا بالسلامة أول ما تحرك ما تنسى دعاء الركوب بسم الله الحمد لله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وعينا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يقضي الذنوب إلا أنه دعاء سهل وعسى الله يا رب يحفظنا وإياكم منا أجر ومنا بدنا العز وجل الله يحفظك بطريجك يعني يعطيكم العافية يا شباب ملّة يعطيك العافية ما شاء الله قلنا اليوم سبحان الله من قوة الجو تبارك الرحمن ما جيد لي وين الماء وين السماء وصلنا اللهم لك الحمد وأول ما نوصل دائما ما ننسى دعاء المكان أعوذ بكلمات الله افتمات من شري ما خلقا سيسال الله حفظنا وحفظنا يا رب لك الحمد وصلنا وإن شاء الله الحين نبدو نروحك من الله عز وجل سبحان الله يعني اللي ما عنده هواية دائما يكون ما عنده شغل فاضي وحاول يقضي وكثرة ما يقدر بأشياء ما لها معنى فما بالك يعني لا قدر الله لأنه يكون واحد لاهي في المعاصي عسى الله يكافينا وياكم شر المعاصي أنصحكم يا جماعة أي أحد يجماعة ضروري يكون عندك هواية الحمد لله يا رب الله موفقنا بهواياتنا بر بحر يعني مو بس واقفة على الاشتاء يا رب لك الحمد صيف واشتاء شغالين هوايات من كشتاء ومن وناسة ومن قناس وبر وكذا والأولية الصيف الحمد لله يا رب يغوص وصيد بالبحر منها تشخيط منها اللي هو واللي يحب الحداق يحب الحداق هذا بالنسبة لنا في ناس مثلا هوايتهم كرة قدم يلعب كرة قدم الهوايات والرياضات بنواحها ضروري أهم شيء يتكون هوايتك حركية ما تكون هوايتك قاعد على كمبيوتر بالبيت وعشر ساعة أوكي هذا مو غلط ولعب لكن لما تقول هواية خلها تكون حركية يعني مثلا نحن بالكويت عندنا يا بر يا بحر خل عندك يا عندك هواية بالبر أو بالبحر ولا اثنين بعد هم ويا بعض هم خير وبرك الحمد لله فنصيحتي للشباب ضروري والله تشغل وقت فراغك بشيء مفيد بهواية حلوة ومثلا كرتين ولا جنباز ولا اللعبة هذي ألعاب الماي ألعاب البحر وكذا شيء وايد جميل بالعكس منها رياضة ومنها تسلي نفسك ومنها انت قاعد تسلي نفسك بشيء حلال وبنفس الوقت هم بعد تحتسب العجر ان الله يعينك على الشيء هذا وتستانس فيه علشان الله يبعدك عن المعاصي وطريج الشر بس الله حفظناه اياكم يا رب الغوص انواع غوص السلندرات اللي هو الغوص بالهواء ويسميه احنا سكوبة غوص بالمعدات وغوص اللي احنا الحين قاعد نسويه اللي هو الغوص الحر عن طريق اخذ نفس تكتم النفس وتنزل قاعد كل واحد ومقدرته وهذه سبحان الله لهواية فيه ناس وايد يقول لك شلون اطول النفس وكذا مو بيوم ولا لا يعني يبيلها تدريب يبيلها استمرار اهم شيء التدريب الصح والاستمرار يعني حتى لو تتدرب صح وتغوص اليوم باجر عقبة تترك بعد سنتين ثلاثة ترجع مرة ثانية تلقى نفسك للحين تبتتأهل من يديك فالموضوع هذا يبيلها دورات والحمد لله يا رب الحين صارت الدورات متوفرة يعني اتوقع بكل الدول في دورات خاصة بالغوص الحر ودورات يعني من مدربين معتمدين مو واحد ماخذ خبرة ويدربك لا من مدربين معتمدين ومن منظمات معتمدة فانا انصح اي احد وده يطول النفس على قولاتهم وفيه شغلات ثانية اهم من النفس يعني الموضوع بالفريدايب مو انك تطول النفس وتصيد لا التكنيك الصح تتعلمه وفيه العمليات الانقاط تتعلمها خلال الدورة هذي باول دورة غوص حر تتعلمها هذي اهم شيء اصلا هذي متعتها لما تطلع ويا ربعك متعتها اكثر من انك تصيد يعني احنا الحمد لله يا رب نقدر نروح سوق السمج ونصيد السمج لكن هذه هواية احنا نيي ونطبقها ونستانس فيها ونستمتع بالصيد وكذا ما اقول لك ما نستمتع لكن الاساس ان بإذن الله عز وجلال نيي سالمين ونرجع سالمين هذا اهم شيء هذا هو الهدف والصيد نفس ما اقول لكم كل واحد يقدر يروح سوق السمج يشتري السمج اللي يبي بخيش مد دينار ترحنا والله غراضنا اللي قاعد نشتريها اكثر من سعر السمج اللي قاعد نصيدها فالموضوع كله هواية وناسة ومتعة فلا تخرب متعتك باشياء ما لها داعي يعني تهوس على نفسك اللي بتصيد وايد لا ما لها داعي صيد على قدك استانس واذا لو رزقك صيد صيد هذا بحر هذا رزق صيد اللي تبي واذا رديت الحمد لله يا رب ماكو شي ينقط يا تروح توزع على جيرانك وهالك وربعك ولا الزائر تروح تودي السوق وتبيعك وايد سهل موضوع لكن يكون هدفك انك بس تبتصيد اكبر غرطا انا اقول لكم من واقعة اجربة انا اجربتها انك تصيد فقط لرقم او تحدي او كذا ما لها داعي نهائيا الصيد متعة والله يا جماعة لو انك تطلع البحر وتستانس وترجع بدون صيد هم انت مستانس مو شرط الصيد ايه صايد صايد بسعود ايه يه 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 طي حلوة يوم ما شاء الله يلا اول الغيث قطرة شكرا عافية شكرا عافية شكرا عافية شكرا عمي اشتركوا في القناة 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 صراحة عاشوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة